هاي تربة الامام الحسين يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كربلاء قطعة قطعت من الجنة هاي الارض الطيبة قطعة من الجنة يا عمي انتوا قاعدين بالجنة الان انتوا قاعدين بالجنة بنص كلام الامام الصادق روحي له الفداء اعرفوا قدر انفسكم زين شيء من تربة الجنة الان موجود ماديا شيء رخيص معنويا لا يعلم قدره الا الله اخذ بيدك سبحة تربة الحسين سبحة تربة الحسين اذا بالسبحة العادية تقول لا اله الا الله ينطوك حسنة اذا بسبحة تربة الحسين عليه السلام تقول لا اله الا الله الفيا حسنة هاي تربة الامام الحسين اذا تأخذها بيدك هي تسبح الله وانت تحصل الثواب زين وركل صلاة أخذ بيدك سبحة تربة الحسين سلام الله عليه وأقلاً مئة مرة في دقيقة وقت يأخذ منك قول استغفر الله ربي وأتوب إليه هذا الاستغفار أولاً يقطع مرحلة اليأس بالمؤمن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى يزيد عليكم بركات السماء والله سبحانه وتعالى يمدكم بنص القرآن يا ناس عقيدة أقول لك هذا دين بنص القرآن الاستغفار يوجب المال الكثير والمشكلة موفقة لمشكلة المال في الدنيا المال إن شاء الله مع البركة والذرية الطيبة بالبصرة يجعني رجل بالمناسبة أذكر قال لي سيد صار لخمسطعش سنة متزوج ميصر لبزير أريد أولاد شا تسوي دعاء قلت لي اعمل بهاي الآية القرآنية يشهد الله ورسنه إجعاني وبيد طفل قال لي أذن بإذن الله رزقنا ولد ببركة الاستغفار هذا واقع